السلام ونعمة يا حضرت الأسيس نظار بشكر حضرتك جدا لأن موضوع لهوت المسيح من المواضيع اللي على قد ما هي مهمة جدا ومربط الفرس لكن هي أيضا شائكة جدا فحضرتك قمت مشكورا بتقديم إثباتات كتيرة جدا من العهد الأديم وفي عشرات الإثباتات أيضا من العهد جديد لكن كلنا نعرف أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس بمعنى ما فيش حد يقدر يعترف أنه الله هو الظاهر في الجسد يسوع المسيح فلازم مساعدة الروح القدس فسواء إخواتنا المسلمين أو إخواتنا شوز يهوى لو قعدنا معهم من النهار من السنة جاية بإثباتات سواء من كتاب المقدس أو من القرآن مش أتفتح عيونهم وبطائرهم إلا بمساعدة الروح القدس علشان كده من اختباري من خلال مناقشاتي معاهم بحث جبا لأهمية الحصول على الروح القدس لأن كلنا نعرف أن الروح القدس ليس للمسيحيين فقط لكن هو عطية لأي شخص بيقبله فالسؤال اللي بيفرد نفسه إزاي أنا أحصل على هذه العطية فلو تقدر حضرتك تجاوب أو تحضر له حلقة خاصة لأهمية القصوة ربنا يباركك أخت نهال بشكرك كثير لأنه فعلا هو مكتوب من أراد الإبن أن يعلن له وإذا منتذكر بطرس في قيصرية فليبوس لما سأل الناس من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات فإذا هو إعلان الآب هو إعلان الإبن إن أراد الإبن أن يعلن له في متى إصحاح دعش وهو إعلان الروح القدس يعني هذا واضح منشوفه يمكن كمان شوي هاي السلطان هو السلطان فائق ليسوع المسيح طبعا إحنا يمكن لابد إنه نحكي في حلقة بالمستقبل عن لهوت الروح القدس لكن اليوم تركيزنا هو كله على ألوهية المسيح من العهد القديم ونخترت بس النبوات اللي يعني تنبأت عن اللهوت لكن حنشوف صفات وأسماء اللي هي برضو قيلت عن يسوع إن شاء الله بحاول إنه في الحلقة القدس